الأولمبياد الحقيقة متعة إنك تقلق تقلب كده وتشوف المباريات والمنافسات المختلفة اللي احنا في الغالب بقى بنشوفهاش في العادي ولكن بتبقى مناسبة إن احنا نشوف الأولمبياد ونشوف هذه الألعاب اللي بتبقى غريبة لحد ما والشيء كمان الجميل إن الناس اللي ما بتصحاش بقدر زي حالاتي لما يبقى فيه مرش لكرة اليد خصوصا بنصحاله 7 الصبحة نصحى 10 الصبح بكرة بتلاقي الناس صحية واللي عنده شغل بيحاول أنه يسمع الأخبار الخاصة بمنتخب كرة اليد لأنه حقيقة بيبقى مصدر للبهجة ومصدر للسعادة ومصدر جميل للتفاول في أول اليوم إن احنا نشوف منتخبنا الكرة اليد والأداء العالي اللي بيخلي الناس كلها سعادة وكلها ثقة الحقيقة بعد الأداء الرجولي اللي هما بيقدموه في كل مباراة بكرة إن شاء الله مباراة مهمة جدا في نصف النهائي أمام الديوك الفرنسية منتخب فرنسا اللي هو المصنف الرابع على مستوى العالم نتمنى إن شاء الله وكلنا ثقة في أبطال كرة اليد أبطال منتخبنا في كرة اليد إن شاء الله كابتن أحمد الأحمر ورفاقه وكاتونجا إن شاء الله بإذن الله جميعا يكون بكرة يوم مهم جدا ويوم سعادة بالنسبة لنا ساعة عشر الصبح لما نشوف منتخبنا بيعبر فرنسا ويتأهل إلى المباراة النهائية ونبتدي بقى نلعب على مركز إن شاء الله متقدم من الاتنين اللي فوق يعني حتى أي ميدالية الحقيقة فده إنجاز إحنا ترتبنا الحداشر عفوا السابع السابع على مستوى العالم فإن شاء الله في الأولمبياد دخلنا المربع الزهبي بإذن الله نلعب على المباراة النهائية يا دكتور محمود العدل عضو اتحاد كرة اليد المصري مساء الخير يا دكتور أهلا بحضرتك على الشعب المصري ويا رب تسرى إن شاء الله كلنا نقوم بحضرين إن شاء الله يا رب هل أنا مثلا يا دكتور محمود مبالغ شوية في التوقعات إن إحنا نقول نلعب المباراة النهائية وليلا نلعب على الذهب ولا الروح دي عندكم وعند اللعيبة حضرتك في الأول لقاء كلمت مع حضرتك وأنا كنت متفاق جدا متفاق المصري صحيح وكنت بقول لك إن شاء الله هنعبور وهنحقق بداية إن شاء الله حتى أنت أقول لك داليا نوعها إيه أقول لك أنا طمعان أيها صح أنا فأنا طمعان في داليا الذهبين حضرتك تير المباراة في ساعتنا الأول مبدأنا لحد إن شاء الله عرضه وبكرة في الدكتور سواء الأداء بتاع المتخب يتحسن المباراة للمباراة حقيقي طيب لطيب إن أولاد يستجبوا أكثر إن أولاد يجتهدوا أكثر إن أولاد ينسلوا أخصى ما عندهم عزيزهم عالية عندهم قدرة غرفية عالية جدا إن شاء الله بهدف التحدي وتحقيق المباراة طيب البعض بيقول طب منتخب فرنسا منتخب يعني تقيل رغم من فرنسا المصنف الرابع وإحنا لعبنا السويد المصنف الثاني وهزمنا السويد ولكن منتخب فرنسا أتقل من منتخب السويد هل حرك شايف وجهة النظر دي وهل دي ممكن تمثل صعوبة بالنسبة لنا بكرة؟ إنت إنت يا كابتن عمر هذا الكلام خالص النرويج كسبت فرنسا مظبوط؟ مظبوط هي رابع المجموعة كمام؟ مهم فإنسان مفيش مستحيل إحنا بنلعب المباراة وإنسا كل النفاة مباراة من أول وإنسا تاريخ فرنسا إنتا كنت حاجة مصر الجديدة مصر الفرنة لا الحالة تنيا خاضج من كل الحالة يا رب نفسك بتاعنا على سويد ثم المكتب بتاعنا في ألمانيا لأ إن كل مباراة من نفع صبر بطولة حد ذات تون أن السلقة بتاعتها تتغلب على سويد تتغلب على ألمانيا ونفيدر على مقريات المباراة من أولها حتى أشرها لم يستطيعوا المحاق لم يستطيعوا التعادل بدلوا أخصى ما عندهم ولم يستطيعوا فين أقل فارق كان هدفين لصالح دا يعني لم أقصى حاجة وستطلاق ألماني بالضبط كده إذن إحنا لا إحنا فارقنا سريق واعي سريق دي استطاع بروندو إنه يستطيعوا التجديد بروندو كان لعيب سرقة بتكتب دايما كان مذجنب بيتكتب دايما تهوى إذن للدولات دي فأنا مفهوم المصر مفهوم المكسر بدلهم إنهم يحب إنهم يبقوا أفطار هي دي الثقة في النفس اللي درعها بروندو في المتخب بتاعنا بروندو أضاف للطريق بتاعنا حقيقي نهاليو نغمة جدة سرعة غضب السائل سرعة الهجوم الهجوم الخاطف اللي يجب العلوميجان يعني لا مصر اللي تلعب بمنتالي بتاع حقيقي مظبور اللي ما حصلش قبل كده لتفاجئ للطريق المنافس للطريق اللائب مختلفة محدش عارف الضرب منتخب عالمي بمعنى الكلمة منتخب اليد المصري هو منتخب عالمي من أول الإدارة والتغطيط للتدريب حتى للعناصر نفسها علي زين في برشلونة مش عارف مين في ليل ساند في فرنسا يعني كلهم ناس محترفين في أكبر فرق كورت اليد في العالم عندنا شاب العم عندنا ثلاث أجيال تلعب أحمد الأحمر طبعا ويحيا وأكذا عندنا جيل المحترفين زي ساند زي يحيا خالد عندنا الجيل الصغير اللي زي أحمد عزيم دودو خد أحسن لائب في العالم في بطولة 20 سنين صح عنده 20 سنة ومع ذلك زيه زي أحسن لائب في العالم من الإخبار إحنا عندنا أمثلة جديدة جيدة عندنا حجاف مرمى أقوية يا سلام طبعا الطيار وكاتونجا الأختبوط الأختبوط يا دكتور كل التوفيق يا دكتور محمود وإن شاء الله يوم السبتم بارك لحضرتك على التأهل والمباراة النهائية بإذن الله بعد ما نعبر بكرة فرنسا شكرا جزيلا دكتور محمود العدل عضو اتحاد كرة اليد المصري